وقد أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج في خطابه أمام الدورة أن حرية التعبير تتلازم مع المسؤولية وتقيدها مقتضيات القانون الدولي الذي يحضر التحريض على الكراهية والتعصب الجيني هذا الاجتماع في السياق الرد الجماعي على تنامي وتيرة استفزاز مشاعر المسلمين والعبذ بمقدساتهم من خلال حرق وتدريس المصحف الشريف بتصريح علني من حكومات بعض البلدان الأوروبية بحجة حرية التعبير لكن ما تتناسأ هذه الحكومات هو أن حرية التعبير تتلازم مع المسؤولية وتقيدها مقتضيات القانون الدولي الذي يحضر أي تحريض على الكراهية الدينية والتعصب والتتمييز وكان آخر هذه الأعمال المشينة ما أقدم عليه متطرفون في كل من السويد والدنمارك من حرق وإهانة لنسخ من القرآن الكريم وفي هذا الإطار فإننا نشدد على مطالبة هاتين الدولتين بالعمل على اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية لوقف التصريح للجماعات والأفراد المتطرفين بإهانة مقدساتنا ومنع تتكرار مذل هذه الأعمال الشنعة التي تترتب عليها نعكسات سلبية على صورة هذين البلدين في العالم الإسلامي ولقد أجرت دولنا مشاورات مكثبة حول جميع الخيارات الممكنة في حال استمرار هذه الأعمال استفزازية وتم التأكيد في هذا الصدد على ضرورة اتخاذ موقف موحد وتترجم التزام الدول الأعضاء بقضايا الأمة الإسلامية والدفاع عن المقدسات الإسلامية وفي هذا السياق فإننا نعتبر تعليق وضع المبعوذ الخاص لمملكة السويد على النحو المنصوص عليه وفي البيان الختام الصادق عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي يوم 2 يوليو 2023 منسجما مع هذه الإرادة وتعبيرا جماعيا عن استياء الدول الأعضاء أيها السادة والسيدات إن منظمة التعاون الإسلامي ظلت دائما حريصة على تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والدعوة للتسامح والتفاهم والتعايش السلمي بين الشعوب ولقد طلعت بلادي الجمهورية الإسلامية الموريتانية على غيرار سائر الدول الإسلامية بدور بارز في الجهود الهادفة إلى تحقيق هذه الغيات وهذا ما اشتدد عليه وخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني في افتتاح الدورة التاسعة والاربعون لمجلس وزراء الدول منظمة التعاون الإسلامي حين قال إنما تأسست عليه منظمة التعاون الإسلامي من تآخ وتسامح وتآذر يشكل كنها ديننا الإسلامي الحنيف الذي هو في جوهره رسالة سلام والدين وسطية واعتداء